الفنان المبدع وعاسف الساكسفون وموسيقى الفانك ماسيو باركر كان من أبرز نجوم الدورة السادسة عشرة من مهرجان جنام وموسيقى العالم الذي نظم أخيرا في مدينة الصويرة المغربية ماسيو باركر هو أسطورة حية لها تأثيرها على فن الجاز وهو من بين الفنانين القلائل الذين لا يزالون يبدعون في لون الفانك الأصيل يورو نيوز التقته وسألته عن سر إبداعه ونشاطه الفني المتواصل منذ خمسين عاما لقد قابلت بنفسي كما هي وأحببت الحياة التي أعيشها أنا أحب أن أكون على سجيتي وأعشق ما أقوم به وذلك هو مصدر طاقتي عندما يحب الناس ما تقوم به ستكتشف بداخلك قوة جديدة ستأخذ نفسا عميقا وتمضي للأمام الناس يقدمون لنا الحب فنجازيهم بحب أكبر موفد باركر في العسف على آلة السكسفون اكتشافها الفنان جيمس براون عام 1965 ليشكل لمدة طويلة ثنائيا متكاملا في جميع الحفلات الغنائية ومنذ التسعينات أصبح باركر يقوم بجولاته الفنية الخاصة ليمتع الجمهور بموسيقى الجاز والفانك لدي موهبة ربانية وهي تحديد ما هو فانكي وعصفه أنا محاط بأناس يعصفون الفانكي وهم أعضاء فرقتي والذين يحبون ما أقوم به في هذا النوع من الموسيقى إنها موسيقى ممتعة حقا موسيقى الفانك هي متعة خالصة موسيقى الفانك مستوحات من موسيقى السول والجاز وتختلف عنه بسيطرة الجزء الإقاعي بفضل الجيتار والبيس والديرمز إضافة طبعا إلى أهلات النفخ النحاسية والسكسفون الفانك موسيقى إقاعية لها رقصاتها المميزة لو تبينوا لي الخطوات الأساسية لرقصات الفانك أي ما تقوم به على خشبة المسرح وريدون أفعل مثلك لقد اتحكتني فعلا لم أعد في الأربعين أو الخمسين من عمري بل أنا تجاوزت عمر الخمسين بعشرين سنة كاملة ولكن ما أن تسمع هذه الإقاعات الموسيقية يمكنك القيام بخطوات من هذا القبيل أنت الآن فانكي ماسيو باركر ورغم تقدمه في السن لا زال يحيي حوالي مائة حفل سنويا ويشارك في أغلب مهرجانات الجاز في جميع أنحاء أوروبا هنا في ساحة مولاي الحسن رقص جمهور مهرجان إجناو وموسيقى العالم وغنى على إقاعات موسيقى الفانك والجاز لمبدعها ماسيو باركر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر